موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلي عن نبي صلي عن نبي اكسب الصلاة عن نبي في درس اسمه القيم العظمى والصغرى maximum and minimum value الدرس الثالث صفحة مش عارف كديش الدرس الثالث صفحة كديش صفحة 77 درس تافه بس بالكتاب لما تشوفه بخوف ممكن بخوف بشي كثير بس يعني طريقة كتاب ما بارفش ليش يعني معقدة أعطيك الصافي ونختصر على بعض تحكي ليه سيد العزيز في أول موضوع عندك اسمه أوجد النقطة الحرجة أو النقاط الحرجة ممكن تكون أكثر من النقطة كيف بدأ أحلل السؤال يا صفحة ولا أدفع منها اشتق وزاوب الصفر بس أو طلع اكس بالطريقة يعني اشتق وزاوب الصفر طلع اكس يعني إذا بدك يكتب هون ملاحظة هو الدرس بقسم لثلاث أقسم حسب ما أنا متذكر هيك متذكر أسا شبت وقلبته وانا بحط طيقة بشت شفت الدرس فكيرك أجد النقاط الحرجة النقطة الحرجة تمام؟ كريتيكال فاليو اللي هي إيش؟ اكتب هون جنبها اشتق ساوب الصفر طلع اكس بس يعني أول خطوة اشتق أول خطوة يجد عمل ده اشتق ده اشتق يلا نشتق هاي درس اشتق لي شم اشتقت 2 اكس اكس تربيع 2 اكس شم اشتقت 6 اكس ستة والتسعة صفر اشتق وزاوب الصفر بصفر انا مش فاهم اشتقاك بنفخ عينك ارجع على الدرس اللي قابليك نافخ عينك رسمي ارجع على الدرس اللي قابليك اتكملش عش فاضي مش راح تفهموا ليش اذا مش فاهم اشتقاك عش فاضي كيف اشتقت انا بقول مشكلتي اني انا برخص على السريح خلص يعني بحزن و بفهم كيف اشتقت نزل القوة نقص من القوة واحد مشتقت 6 اكسات ما عليها قوة مشتقتها طيب بعد هيك بدوجة قيمة اكس زائد 6 زائد 6 ما فيها اشي صارت المسألة 2 اكس تساوي 6 على 2 على 2 اكس بتساوي 6 على 2 ثلاثة وبس بالله عليك بتحكي جد وقسم بالله بس طب بحكي حتى حتى يوجد نقطة حرجة عندها نقطة ثلاثة يوجد سوريا مش عنده نقطة ثلاثة يوجد نقطة يوجد قيم اكس الحرجة اسمها قيم اكس الحرجة اسمها ومكني يسألك عنها بالابتحان كم قيمة اكس تكيله ثلاثة يوجد نقطة حرجة عندما اكس تساوي ثلاثة لو بدك تطلع النقطة شيء عن النقطة يعني اكس وي طب انت طلعت اكس هي اكس ثلاثة طلعتنا واي كيف بدك تطلعها في عندي معادرة اسمها واي هي اكس نفس اولا عوض فيها اكس ثلاثة تربيع تسعة ستة ثلاثة طمنتاش زائد تسعة ومعطيني تسعة ناقص طمنتاش زائد تسعة تجواب صفر ثلاثة وصفر فالنقطة بتطلع مع قديش ثلاثة وصفر عادي بتعفل من دولة هون آه هون هون هو غلطة عادي يسوي ايه تعرف بسا جل من لا يسوي ها تعرف بسا لما يكون هيك ممخمخ هذا الممثل السوري انا حاليا ما بشرح زييك انا ما انسى طافي راسي بوجع راسي بوجع ومش قادر افتحيوني بجعوني وقعد بشرح. فأنا حاليا هيك. زي اللي برندل. هذا غلط يا جماعة الخرم. هذا بالكتاب. قم بالغلط. يعني غلط. اللي كان يكتبوا غلط. شاف هتنين بدأ. شاف الجواب اتنين. مع انه هايه كاتب هو. مش آه. ما كاتب هو هون. اكس تساوي ثلاث. بس هو خربط حكارك اتنين. كتب اتنين. وعوض اتنين. فعادي بتصير. بتصير باحسن العائلات. سامحوا. سامحوا يا سيدي. خلا سامحتو? يلا الله نحل السؤال بعدكم. تعال بحكي لك شو? اجد النقاط او ممكن نقطة او نقاط الحرجة لكل من الاقتراض. يا عند اشتق واساوي بالصفر يلا نشتق تعال. هاي اف براي من الاكس اشتق. شو مشتقت هاي? اتنين بستة اتناش. اتنين بستة اتناش. نزل القوة. هيك اتعرف كيف الاشتقاط. بنزل القوة بنقص من القوة واحد. شو مشتقت اتناشر اكس? اتناش. دايما الاكسات اللي ما محها اي اشي ما عليها قوة خبص مشتقتها رقم الجبه. والاثناش هاي ثابت شو مشتقت الثابت صفر. ضروري تحضر وحصة الاشتقاط. ضروري بالله عليك لا تكمل دراسة. تكملش دراسة الرياضيات كامية اقول لك. وقف دراسة الرياضيات بس روح دراسة الاشتقاط يستر عليك. خانتي بتسلم عليكم تحكي لكم اشتقينا سوينا بالصفر. بعد ان بدوجت قيمة اكس زاد 12 زاد 12. تطلعت 12 اكس تساوي 12 على 12 على انا ما بدي 12 اكس. ما بديش 12 ضرب اكس. بد اكس. بقسم على 12 على اي محها بتروح اكس بتساوي 12 تقسيم 12 واحد. فتطلعت قيمة اكس ترات قيمة اكس واحد. خلص السؤال والله خلصه. بس ضير علي عوض الواحد هون. يعني بده اكس واي. بده هو اكس واي. بده نقطة يعني بده اكس واي. طب اكس واحد واي قديش عوض في المسأ بيش تعوض ليها في المشتقة. لا في المسأ الرئيسي. قدره ستة. واحد وستة بتطلع ستة عوض لي واحد هون. ما وعد وين عوضه ما كان يعني. ستة في واحد تربيع ناقص اتناعش في واحد زاد اتناعش. شي للا اكس حط واحد. ستة في واحد ستة ناقص اتناعش ناقص اتناعش زاد اتناعش. طب والواحد والله. اتناعش ضرب واحد اتناعش. المهم. امسكها لحاس وحطها هي بده اطلع الجوة. بطلع واحد وستة. طب هاد. هاد نفس الغباء. وسنها مش افكو الاكس. هي اتشو في اكس. ان شاء الله سوزي اف اكس. وانا مالي. انضش طاقة ولا دناسبهم يا زرمة. طب كيف ضاقة يا شو عض الرغم الغريب. شو اتنين وكس قوتنا. حبي. يا عمري يا روح يا حياتي. اذا مستصعب ارقاء. امشع مبدأ. خليك زنمي صاحب مبدأ. تمام? كيف تعرفوا? لما تكلم موظفة غبية. مع احترام الشديد طبعا. والله بدون احترام والله. في موظفات كثير غبيات. خصوصا تعوني. مش تعوني الكولسينتر. لا. ما بعرفش احيانا كنت اصدق بنات غبياء كثير. بيشتغلوا موظفة. مش عارف وين. كنت غافلة اطوان. بيشتغلوا موظفة. المهم هذه البني ادمة بتكون تحكي معها هي غبية على الاخر. انا فاهم واحد اثنين ثلاثة. نفس الاشي. انت خليك زي البني ادمة الغبية. امشع مبدأ. كيف يعني يا اصدق? انت شو مبدأك بالاشتقاء? بنزل القوة بنقص من القوة واحد. بنزل القوة بنقص من القوة واحد. نزل القوة ونزلها جنب هذا الرقم. امسك هاي وضربها هاي. طب انا كيف بدي اضربه يا اخي معك إذها الا الحسب. حط على الآن الحسب. طب اطلع طلع. حط على الآن الحسب. اثنين تقسيم ثلاث. واضربه بتلعته. مش هادر رقم اضرب ثلاث. يعني ماذا مشتقص هاي ؟ 4 يساوي ايش صفر واذا بتلاقي راحك ؟ 4x مشتقص 4 الثابت ثابت ثابت معوش اكسات شي يعني ثابت ما مع اكسات مشتقص وصفر هتستطرها هاي اللي قدامك يسمها عبارة تربيعية اكس تربيع و اكس ورقم بس العبارة التربيعية هون ايش مضروبة في اثنين لو اقسم كل المسألة على اثنين مش اسهل لي يعني اقسم كل المسألة على اثنين بتصير اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس زاد اثنين تساوي صفر صارت عبارة تربيعية طلع يا سيد العزيز بس في البداية خلينا نشيل هذا الحكي فوق فوق معو خني يا الله شو بعمل انا رياضيات شو ببيه رياضيات يلا هاي عبارة تربيعية زحقناك اتوقع في هالعبارة تربيعية ولا لا اكس تربيع اكس اكس الاشارة شو الاولى سالب بحط سالب والاشارة الثانية شو هي سالب ضرب موجب هاي الاشارة الاولى دائما بتنزل بس سالب ضرب موجب سالب عددين حاصل ضربهم اثنين فيش غيرهم في الدنيا اثنين في واحد بتأكد بين حال سالب اثنين و سالب واحد سالب ثلاث حالي صح اسمع انت تعتبني انتظر اليوم بنطقة يعني انا مش عارف لمش بتهيقلي his the camera مش عارف ليش بارني والله مش عارف في بعض أخرى سعب بالدواء مش عارف شوية كان يخد خد هاي كويسة المسكن بدك اقاحة كان يخد خد انا شايف الكاميرا بارني تحرف بارني هذا الناصح بارني شو كان خلني المو ما سب ورجيكية المو ما طلعت معي اكس قيمتها واحد و اكس قيمتها اثنين فهونا دي طلع معي واي هون دي طلع واي هاته ورجيك بارني بارني حاضر بالنفسجي عرفتو؟ حاضر عرفتوه ولا لا؟ هاولا شايفينه تخيل انا واحد مع واحد شبه بارني رسيب الدكتور اللي اعطاني اياه بيون دكتور عطانك انا خد مكسكن شكله مخربط هاولا 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 احسبوها انا احسبوها انتو بالله عليكم انا مش جاهد إذا فيها الحاسب هي تحسبتها مش مش حاسب والله يلا الحاسب خلص يبينك حلال هاي الحاسب تعطي هاي كاسيو هاي كويسة بنتعلم وناس إذا بتكن تجيبوا يجيبوا كاسيو اسمها Fx مش Fx MS MS عزاوي اسمها MS كويسة بنتعلم وناس عوض الـ X عوض الـ 2 هون 2 تقسيم 3 يساوي ضر 8 يساوي ناقص 12 يساوي زائد 8 يساوي زائد 3 يساوي شفت ABC عطاني أول وحدة 13 ثاني وحدة بعوض مكان كل X واحد 2 تقسيم 3 ناقص 3 زائد 3 زائد 4 شفت ABC برضو عطاني جواب 14 ثاني ناقص طلعت نقطتين هيا النقطة تطلعوه 2 و 13 ثاني و 1 و 14 ثاني و خلاص هذا هو النقطة الحرجة ما تقسيم 3 قد اشرحك هذه الحرجة تقرأ ليش اكثر ولا تطلع عليه أشرحك كثيرة فكرة واحدة هذا هو المثال 2 وهي هذا كامل و أشرحك النقطة العظمى والصغرى هذا كامل كله و تنظر الدرس دخلص لك الدرس على مثال اتخلص من هذا الفيديو بتخلص الدرس كله انسى شو طالب هو هون بحكي لك وحدد فترات التزايد والتناقص انساها حسنا اطلع لك التزايد والتناقص وطلع لك القيمة العظمى والصغرى بي ايش اسمه عظمى وصغرى وتزايد التناقص صعب لا استافع السيد العزيز عندك السؤال كالقاتي ف الانكس تساوي لبلبل الخطوة الاولى الخطوة هي اشتاق وشتاق ما مشتاقت اكس تربيع نزل القوة نقص من القوة 1 ما مشتاقق السابق 3 ثابت مشتاقت السفر اشتاق قساوي بالصفر الخطوة الاولى نصف نقاط الحج طلع لك قيمة اكس الحرجية نقص 2 نقص 2 طلع لك قيمة اكس فتصير 2 اكس تساوي سالب 2 على 2 على 2 اكس تساوي سالب 1 فقامت على 2 على 2 وضعت قيمة X و سلم وحد الخطوة اللي بعدها تتوقفت على كتاب على الطريقة التي تتوقفتها الخطوة اللي بعدها تنمشي كيف تدرسها بالتوجيهة هنا موجب ما لا نهاية ، هنا سلم ما لا نهاية صح ؟ على خط أعداد أعلى رقم الدنيا أقل رقم سلم ما لا نهاية وموجب قيمة X و سلم وحد حلوان ؟ تحكي لي جميل طيب طيب ايش بدي اعمل اه حط رقم ببالك هاي سؤال حط لي رقمك رقم ببالك اكبر من سالب واحد حط انت رقم ببالك اكبر من سالب واحد حطيت تحكي لي اه عوض لي اياه في المشتقة عوضه شو اعطاني جواب موجب ولا سالب لازم مفروض الجواب يعطيك موجب عوضت في المشتقة قديش عطاك موجب طيب احطهم موجب إنت عوضة رقم أقبر الجهة اليمين أكبر من سالب هój طيب أعطيني رقم أقل من سالب واحد عادي سالب عشرة يعني بدك رقم سهل ضربه وجمعه سالب عشرة سالب بية 5 مش تحقيني صفر أقل من سالب واحد لا سالب اثنين رقم أقل من سالب وحد حotz لأي رقم سالب عشرة عادي سالب عشرة عاوضه في المشتقة مش تعاوضه في المسئلة في المشتقة قدnet بعطيك بحيث ليوني قداش مكان يكون بحيث لي كيف يكتو سيدي العزيز حلوان طلع يا سيدي العزيز تعرف حزا الأوم فيلم يسمح منه ايها وبحكي لك وانا نازلت مرقح فيها من تاحت مفس المبضى هنا شو باعمل ببلش من الشمال دائما من الشمال. رياضيات خدوا من الشمال. لغة كفار ما انت بدك تبلش من الشمال. برياضيات من الشمال. السالب نازل نزول. صاخة تسخوط. السالب طلع كيف امشي هيك. هذا السالب. انا نازل نزول. زي الصاروخ. محدي. الموجب طالع طلع. رويت. فهمت كيف؟ من الشمال اليومين. انا عندي السرب. اوه. عندي كل انشاء الله تسرب هاي انزلت نزول. عند الموجب طلعت له. رسم لي اياها هاي. كنت سوف افهمك شو هي. حاسة هاي. الرسمة حرف الفي. هاي اسمها. قاع. شو اسمها. قاع. في عندك اشي اسمه قاع. عند فهمك هيه زي ما نفهمها للطلاب يعني. التوجيه. في عندك اشي اسمه قاع. بيكون زي هيه. وعندك اشي اسمه قمة. بيكون زي هيك. زي قمة الجبل. وزي القاع. هذا قمة. وهذا قاع. القمة زي قمة الجبل. القاع زي القاع الوادي. القمة بتكون قيمة عظمة. والقاع قيمة صغره. اتوقع انها سهل. اللي بحكيه سهل. القمة قيمة عظمة. القاع قيمة صغره. هذا اللي يوجد. في. ايش في. يوجد. قيمة. عظمة ولا صغره. مش تحكيني يوجد قيمة قاع. لا. يوجد قيمة صغره. محلية. عند اكس تساوي سالب واحد. وركزلي على الكلمة اللي بتحكيه هسا. ركز عليها مليار. الغلط اللي راح تغلطه راح يكون فيها. يوجد قيمة عظمة محلية. ايش في. ايش في. طيب. ماشي. ايش كنت احكينا. اه. يوجد قيمة صغره محلية عندما اكس تساوي واحد. عند اكس تساوي. وقيمتها. ركز على الكلمتين. وقيمتها. وقيمتها. اف. الواحد. اف. ايش هي سالب واحد. اف السالب واحد. كيف يعني. يعني ان تروح على السؤال الرئيسي. على اف. مش اف في برايم. على اف. وبتعوض لي مكانها سالب واحد. بعطيني الجواب. صفر. معقول. لا. معقول صفر. شنصت انها سفر. بالشانس. صدفت. مش تاخد لي اياها انها خلاص. صدفة اجت صفر. مش دائما من قيمتها صفر. لا. شنصت اجت صفر. حلو. حلو. هو طالب التزايد والتناقص. التزايد والتناقص يا جماعة الخير. ما في اسهل منها. طلع التزايد والتناقص. واضح بدون ما اشرح. وين التناقص. ايو. هاي الجهة صح. عند الاشارة السالبة. وين الاشارة السالبة هي. يعني من الشمال لليمين. مش تحكيني من سالب واحد لسالب انفينيتي. لا. مش هيك. انا بمشي. من الشمال لليمين. بيوجد تناقص من سالب واحد لسالب. ايه سوري. من سالب ما لا نهاية لسالب واحد. يوجد تزايد. من الشمال لليمين. بمشي. من الشمال لليمين. انت زايد تبلش من وين؟ من هون. لهناك. ومن هون لهون. من شمال لليمين. لش هي ايديك الثنتين؟ شمال لليمين. ها هي ايديك الثنتين؟ شمال لليمين. انت زايد من سالب واحد للماء بني. ويكا الدرس بكم خلاص. عزة بس منحل البسيرة. واصلة. بس انا عاو. بس اتأكد بنشعل بالله. ممكن تشتغل. بس اتأكد. انا عاو. مش هقط. ليس. مش موضوعنا. ليس. تعال الطلاب. نفس خطوات الحل. نفس خطوات الاشتق ساوى بالصفر. طلع قيمة اكس. خط اعداد. حط الموجبه السالب. طلع تأكد من قيمة. تطلع عشرين قيمة. ما بهمني. طلع على هين. هاي بتطلع عشرين قيمة. تلاتة بسارة بثنين. سارة بستة. اكس قوة اثنين. اشتقيت. تلاتة ضرب سارة بثنين سارة بستة. نقص من القوة واحد. الاشتقاق. نزل القوة. طلع. نزلها. هاي نزلتها. تنين بترى ستة. نقص منها واحد. بعدين اللي معها بس اكس اكس لحالها بغض الرقم الجنب. حسن طلع المسألة يساوي صفري. اشتقوا وساوي بالصفر. طلع المسألة هاي عبارة تربيعية. بس شو رايك هقسم كل المسألة على ستة. شوان في جنب الاكس تربيع سالب ستة. قسم كل المسألة على سالب ستة. انتم معي ولا لا? معي صح? مش راحش لحالي. احا كنت بشغل كاميرا. احا كنت بشغل كاميرا ولا طبيعا. متخيل كل اغضر عكا مش طح معبارني. سالب ستة قسموها على مسألة كاملة بتصير اكس تربيع. طيب تقسم كل مسألة على سالب ستة. سالب ستة مع سالب ستة بتروح. بضل اكس تربيع. ستة تقسيم سالب ستة. سالب واحد. ستة تقسيم سالب ستة. سالب واحد. هيا احط على جنب. موجب ستة. تقسيم سالب ستة. بضل السالب. سالب واحد يعني سالب. ستة وثلاثين تقسيم سالب ستة. نجعب سالب ستة. طب ليش خسمت على سالب ستة؟ بحكي لك هي عبارة تربيعية. طيب شو يعني عبارة تربيعية خاف منها اخي مرة بينك يعني يكون عندي رقم جنب الاكس تربيعي. ما بطيق. ما بطيق اي رقم جنب الاكس تربيعي. prices have biggerword NY. Что costs ? سالب واحد عبارة تربيعي. متغير. متغير رقم. طيب . when this China Number comes on. X رقم X رقم X رقم تكون عبارة تربيعي. اه جاد اه والله طب وانت بدك شجن بالإكس تربيه اي شي دائما اه دائما ما بديش اشوف ولا اشي طيب بعدين بعدين بفتح قوسيان تحكي لي اه هاي اللي بفتح فيها قوسيان اه حبيبي تقربت تموت مش تتخرج تقربت تموت وليسه مش عارف بعبارة تربيه اكس اكس الاشارة الاولى سالب ينزلها الاشارة الاولى سالب ينزلها بعدين سالب ضرب سالب موجب عددين حاصل ضربهم ستة اش همه تحكي لي تلاث باثنين اتأكد ياخي تأكد سالب ثلاث زاد اثنين سالب واحد مع الرقم البنص سالب واحد اكس ناقص ثلاث قيمة اكس قديش بتساوي اكس ناقص ثلاث اسمع اكس انا اتخيل براسك اسمع اكس ناقص ثلاث اكس تساوي موجب ثلاث الجواب دائما عكس الاشارة يعني هون اكس ناقص ثلاث معناها أقيم اكس ثلاث اكس زاد اثنين معانها اكس سالب اثنين الجواب عكس الاشارة موجب عشان ان نريد بدا اثنين ساوي بصفر اكس ناقص ثلاث زاد ثلاث زاد ثلاث تطلع موجب ثلاث عم يطلع معي جوابين طلع معي جوابين هنا ما على نهاية других سالب انقس variations ان شاء الله يطلع معي تسعمل جواب وانا مالي على الترتيب أول إشي بيجي السالة ب 2 بعدين بيجي الثلاثة على الترتيب سالة ب 2 بعدين ثلاثة صح كمنطق يلا عد معي يا سيدي حط اللي رقم أكبر من ثلاثة عشرة سهل أكبر من ثلاثة ما بعوض المبسط عوضها باللي فوق عوضها بالمشتقة وين المشتقة ؟ أول مشتقة كتب تهز عوض العشرة فيها عوض العشرة طب ليش عشرة؟ نماش بديش عشرة حط ببالك برأسك رقم أكبر من ثلاثة أي رقم حطيت يلا عوضوا هون وين هون بالمشتقة شو بعطيني الجواب؟ شو بعطيني؟ بعطيني الجواب سالب هاي طلع عشبت لك أنا حطيت ببالي رقم عشرة عشرة تربيع مية ضرب سالب ستة سالب ستمية زائد ستين زائد ستة وثلاثين شو ما كان سالب ستمية زائد مية بضل سالب 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 سال عوض لي اياه شو يعني عوض يعني شيري الاكس وعطي خيمته شوف شو بطلع الجواب معك موجب ولا سالب ولا شو بطلع معك بتحكي لي ماشي اعطيني رقم رقم اقل من سالب اثنين سالب الف طهرة عوضهن عسه سالب افترض شو ما كان الرقم سالب عشرة تربيع تربيع بروح سالب سالب عشرة تربيع معطيني مية ضرب سالب ستة السالب ستة ما بعطيني جواب سالب موجب موجب السالب ناظر انزول الموجب طلع اكل Adding حسه اذا تغلبته بالاشارات يعني مش عارب شيئا اقول لك يعني اعطيني رقم اي رقم بدك ايا رقم انا بحكquentك اعطي رقم اكبر من 3 اي رقم شيري الاكس احطه اي رقم انت احالح هاسبة شو بدو اشرفو ايا مش عارب ايا رقم اكبر من 3 او ض Lok شير الاكس احط turtles اذا تصيل انت حطيت الرقم اكبر من 3 يمكن حطيت 4 تحكي سالب 6 بارد 4 تربية زال 6 مكان اكس بس حط 4 طيب السالب نازل نزول كيف يعني نازل نزول يعني زي هينك طلع السالب نازل نزول الموجب طالعت له طب لوين اظن لطالع لا خون بس لعندي الارقام هاي ها لعندي الارقام هاي موجب طالعت له والسالب بنزل نزول ايش صار عندي صار عندي قمة وصار عندي قاع يعني يوجد قيمة عظمى هاي قيمة هاي كلمة قيمة يوجد قيمة عظمى قيمة عظمى عندما اكس تساوي قديش ليش قد قيمة عظمى هيها قمة قمة زي راس الجبل اما القاع قيمة صغرى قيمة صغرى عندما اكس تساوي سالب 2 وبس هاي قيمة العظمى والقيمة الصغرى طب قيمتها هاي قيمتها اف في الثلاث يعني مروح السؤال بعوه الثلاث وهي قيمتها اف في السالب 2 طيب هو بده التزايد والتناقص من الشمال لليمين من الشمال لليمين امشي من الشمال لليمين طبعا حسنا انت بدك التناقص صح شو بدك تناقص يعني وين في سهم نازل وين في سهم نازل ويب هيس نازل معناتو ان انا نازل تناقص من سالب مالة من الشمال لليمين من سالب مالة نهاية إلى سالب 2 بس بحكي لك لا في لها تكملة خلينا اكتبها هنا بالله دا اكتبها هنا من سالب مالة نهاية إلى إلى سالب 2 كنت نازل هاي هون في سالب الموجب ما الي فيه انت بدك تناقص يعني بدك سالب هاي في عندي هون سالب بلش من وين من الثلاث لأوين للمالة نهاية ومعناتو من الثلاث للمالة نهاية اوين السهم النازل هايب هيجيها هايجيها من سارب مالا نهاية إلى سارب اثنين وين في جهة ساربة هاي هكبات؟ من الثلاث للمالا نهاية حطيتهم جمب عضو حط اللي جمبهم زي حرف اليو هذا اسم اتحاد ما حطيته هاش مرضو عادي طب وين يوجد تزايد هذاك تناقص صح؟ وين تزايد؟ يعني قيمة موجب وينها؟ بالنص من وين بلشت؟ بلشت من سارب اثنين إلى وين انتهت لا تلت من سارب اثنين لا تلت هذا التزايد بس وانتهت سيد العزيز انتهت شو اللي مخبصة اذا؟ متناقص في الفترة من سارب اثنين إلى ساربات؟ اه صح؟ ومن الثلاث للمالا نهاية صح؟ اه هاي كاتب لك الأجواء خلص بس انتهت الحكاية يا سادة انتهت الحكاية يا سادة خلص وصلنا الى عند هاد انتهت حقق من فهمي بحلل لك يا الحصة البعد هاي وبحلل لك هادة الحكي الموجود ها بخلص الدرس كلش متافتار هادرس حلو مش هال اشي الصعب اه يعني باذا مش حاب تكمل بس هو هيك الدرس خلص سهل يعني طوقات سهل من البعض التلفية يلا يا سيدي اعطيك 1.8 مليون عافية للقاء السلام عليكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة